قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليًا بعد غزوة تابوك لما ذهب إلى تابوك استخلفه على المدينة ولم يسميه المسلمون خليفة مع أنهم استخلف بينما لم يستخلف أبا بكر وأسميتموه أنتم خليفة بما ده نوجد؟ نرجع لكلام علي بن أبي طال فإن يجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا نعم علي بن أبي طالب استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك بيسقطه نقطة أن الإسلام انتصر بسيف عليه وفعلا أن الإسلام انتصر بسيف عليه وسيف غيره من الصحاب لكن حصر الدين وحصر الجهاد في علي بن أبي طالب هذا هو المرفوض علي بن أبي طالب يعني مثلا عندك عمر اشترك في كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم علي لا استخلفه في هذه الغزو هذه الفضاء المشتركة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم استخلف غيره استخلف عثمان عبد الله بن أم مكتوم كثير من الصحابة كانوا يستخلفهم على المدينة يعني إذا الاستخلاف لم يكن خاصة عليهم نعم في وقت الغزوة فقط استخلف ابن أم مكتوم هل هناك خليفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كل ذلك خلفاء مثلا؟ ابن أم مكتوم وأشبه لا هذا مؤقتا حتى ندخل فيه استرضاء لعليه ابن أبي طالب بعد طعن المنافقين فيه رضي الله عنه وأرضاه المنافقون أرادوا الطعن في علي وقالوا القصد أن كل من استخلف ليس إماما وليست هذه فضلة خاصة تدل على خلافاته المسلمين بعد النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة ما كان يحصر الدين في علي بن أبي طالب لا الدعوة ولا الاستخلاف على المدينة يعني عتاب بن أسيد تركه النبي على مكة نعم عتاب بن أسيد ولا حولهم بن هاشم أيضا كان يرسل الصحابة اليمن مصع بن عمير أور سفير للإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة على ذلك ولم يحصر الدين في علي بن أبي طالب ولا يوجد دليل في حاصر علي بن أبي طالب بهذا الأمر وكان كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه وكان الأمر متواتر بين الصحابة كان قال بشكل مباشر الخليفة وبعدي هو علي وخلصنا خطبة الغدير مثلا سطر واحد يزوده في الغدير كده ويقول مثلا والخليفة وبعدي هو علي مثلا لكن هذا لم يحدث يقول لنا في خطبة الغدير أين قال في خطبة الغدير مثلا ولم يقولها في الحج الأكبر يوم عارفها يحضرها 120 ألف صحابة يوم 8 مثلا يقول الأمر متواتر وكان حق عليها مع أنه تكلم في أركان الإسلام وتكلم في أشياء كثيرة جدّة أو في الصلاة وفي الصلاة وفي النساء وفي الصلاة وكل شيء لو كانت هذه المهمة وهذا التأصيل كان ممكن ذكرها حتى في رزية الخميس قال أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدها أبدا يعني حتى لو في ضلال قبل ذلك ما كان شيء عليه وهو لم يكتب كان كتب هو لم يكتب إذن هم على الهدى وعاش بعدها بأيّار ولم يكتب أين النص الجال على ذلك ما في نص ما في آية إذن لم يقل في خطبة الغدير ولا في يوم الحج الأكبر ولا 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 لا علي ولا غير علي خطبة الغدير كما قلنا يعني هي مصالحة أو حضرها بس لكنها نصف دين القوم من أهم أنا نجعل لها صلاة وعيد وكل شيء وفي مؤلف 13 مجلد في حدث الغدير هذا ما كما قلنا يعني مثل الحل كل آيات الكرآن يعني عندهم أحدهم هي نصف دين كتاب يقول 50 آية في علي بن أبي طهل دينهم يقوم الشيخنا على شيئي العصمة والإمام يعني تبقى من حدث الغدير نصف الدين لأنه هو إمامة علي بن أبي طالب والعصمة عصمة الإمامة 12 على النصف الآخر اللي هو عادة أهل البدع شبهات بحر اللي ساحلة له شبهات متجددة طالما أنت عاجز تثبت هذه الإمامة لماذا لا تدخل فيما دخل فيه الصحابة فيما دخل فيه علي بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب بيحتاج على معاوية إنه بيعن القوم الذين بيعنوا ببكر وعمر وعصمة بيحتاج بالخلافة بيحتاج بأفضل شيء بيدعو معاوية إلى ما كان عليه أبو بكر وعمر وعصمة ما في أي دليل يعني حتى يكون حج على الناس ولا حتى عليه بن أبي طالب طوال هذه الفترة يعني ما دعا الناس لم يهاجر مثلا بعد موت أبو بكر بعد موت عمر بعد موت عثمان ما قال ذلك ده بالعكس ده رفضه دعوني والتمسل وغيري أنا وزير لكم خير مني أمير وهذا هو حل الصحابة يعني كانوا أزهد الناس في هذا الأمر يعني شكرا